خلونا نطلع ونشوف تقرير عن مواجهة الأهلية والشباب بلوزداد الجزائري ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل نرجع لحضرتكم مرة تانية تحت عنوان تجهيز القوة الضاربة للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا حاملوا لقبه استأنف المارد الأحمر تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها لهم المدرب مارسيل كولر ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني قبل السفر إلى الجزائر الشقيقة يوم غد الأربعاء المدرب مارسيل كولر اجتمع بجهازه المعاون للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والوقوف على من سيكون جاهزا منهم للمواجهة المرتقبة خاض اللاعبون المصابون فقرات علاجية قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيلهم وعودتهم للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ركز المدرب السويسري على تجهيز العناصر الأساسية والقوة الضاربة التي سيدفع بها في المباراة وشرح خلال التدريبات بعض الجمل الفنية والخططية تمهيدا لتنفيذها لتحقيق نتيجة جيدة تسهل مهمته المقبلة وحصد نقاط المباراة في مستهل مواجهاته الرسمية بعد فترة التوقف الدولي وحرص أيضا الوقوف على نقاط قوة وضعف بطل الجزائر وأدوار لعبيه مميزين في الهجوم والدفاع ومن المقرر أن تشد بعدة الأهل الرحال إلى الجزائر يوم غد الأربعاء برئاسة محمد القرحي عضو مجلس الإدارة